هنو شاكريين ونقولون أنا سعيز أن أنا موجود معاكم النهاردة ولا بقول الجهد اللي انتو بتعملوه ده الجهد اللي انتو بتعملوه الشباب والشابات اللي موجودين في الليام الصعبة اللي موجودة اللي احنا بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في فلسطين في القطاع أمر أفتكر أن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم وانا يمكن في الكلمة اللي حتكلم فيها خلال ان شاء الله في المؤتمر في الاستاذ هنأكد على الدور الكبير اللي أمد اللي أمد بيه مصر متمثلا فيه كل المصريين الجمعيات المنظمات حياة كريمة تحيا مصر كل الناس اشتركت عشان تخفف عن أهلنا في قطاع غزة بالمناسبة أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني رغم طبعا ظروفنا الصعبة دية لكن عايز أقول لكم أن حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات اللي تم إدخالها خلال الكام يوم اللي فاتوا دول احنا 75 لـ 80% يعني الحجم اللي جيه كله من الدنيا كلها كوم والكوم اللي مصر بفضل الله قدمته وده طبعا مش مد ولا حاجة لكن أقصد أقول به أن احنا كنا على قدر المسئولية وكنا حاسين قد دي أن احنا محتاجين نتحرك كلنا ونخفف عن أهلنا في القطاع بالمساعدات اللي اتجاهزت في أسرع وقت ومهم برضو أن أقول النقطة ديت عشان كتير من الناس يمكن محتاجة تسمعها مني مصر لم تغلق معبر رفح أبدا النقطة دي مهمة قوي لا أنا بقول لكم الكلمة ديت لأن أنا شفت كتير من المغالطات على أن احنا يعني مش عايزين أو بنقفل المعبر لا ده ما حصلش خالص معبر رفح من جانبنا احنا فاتحينه بشكل مستمر وكنا مستعدين احنا قبل كده كنا مندخل قبل موضوع 7 أكتوبر ده ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2 و 3 من 10 مليون طيب يبقى النهاردة لما يبقى فيه قزمة كبيرة زي كده تفتكروا أن احنا من صفاتنا أو من سماتنا أن احنا طب هنعمل كده ليه النقطة دي الإعلام مش الإعلام المصري بعض الناس يعني بعض القنوات قامت بدور عشان تسيق لينا بقول تاني معبر رفح لم يغلق أبدا إنما كان فيه إجراءات أخرى من الجانب الآخر كنا لازم نعملها عشان الحاجة اللي احنا بنقدمها تدخل حقيقة للناس فمش الدور مش عندنا احنا بس لا فيه جانب آخر مهم قول انتو تعرفوا النقطة دي وكل الضغط اللي كان موجود والحصار اللي كان موجود كوننا احنا حرسين جدا من أول يوم على إن ده يعني نرفضه ونجابه بس طبعا مش مجابهة زي ما الناس فهمة كده إن احنا ممكن لا احنا بنتكلم كدولة بتتعامل في إطار قواعد قانون دولي وفي إطار إجراءات تهدف إلي مش مش هنشعل الموضوع أكتر ما هو مشتعل يعني فمهم بس إن أنا أقول ليكم كلكم وإنتو أكيد عارفين ده لأن انتو كنتوا موجودين على تواصل مستمر لكن أكيد المصرين بيسمعوني وناس كتير تانية في الدنيا بتسمعني الوقت معبر رفح لم يغلق أبدا ومش هيغلق أبدا في وجه المساعدات تدخل تدخل للقطاع أنا بشكركم كلكم الحقيقة كل من متشكر جدا بس العمل اللي أنتو عملتوه ده واللي لسه مخلص العمل اللي أنتو عملتوه واللي لسه مخلص إحنا لا طبعا إحنا عايزين ندخل أكبر حجم من المساعدات في الظروف الصعبة ديت ليه؟ لأن إحنا بنتكلم على احتياجات دي 2.3 من 10 مليون إنسان تحت الحصار فهما محتاجين كل حاجة مفيش مية مفيش وقود مفيش كهرباء مفيش أغزية مفيش مواد طبية فخلال إن شاء الله اللي يمليت واللي جاية إن شاء الله هنستمر في دعمنا ومسندتنا وأنا عارف إن الشعب المصري أبدا كل طايفه وكل فئاته وكل قدراته وكل منظمات المجتمع المدني هتساهم وأنا بدعوهم مرة تانية اللي فات كوم واللي جاي يكون تاني اللي فات كوم واللي جاي يكون تاني متشكر جدا متشكر جدا متشكر جدا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة